وفي هذا السياق أكد السيد عادل من عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في نشرة سابقة أن القمة حددت مساراً جديداً للحفاظ على الأمن القومي العربي وتعزيز تضامن الدول العربية نؤكد على نجاح استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بقيادة عضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين معظم حفظ الله ورعاه قمة البحرين كانت استثنائية دشنت مرحلة مهمة وجديدة من مسيرة التضامن العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي وهذا كان واضحاً في مخرجات القمة وغراراتها التي ركزت بشكل أساسي على قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية حيث جاءت داعمه لنصة الشعب الفلسطيني وحقوقها المشروعة كما نشيد بالجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمون الملكي الأمير سنبان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الزراء حفظه الله ورعاه من أجل الاعداد والتحضير لهذه القمة حتى خرجت بالشكل الذي يليق بمملكة البحرين ومكانتها بين الأشقاء